مراحل حياة الإنسان وظيفة الجهاز التناسلي وظيفة الجهاز التناسلي في الرجل هو إنتاج الحيوان المنوي في الأنثى إنتاج البويضة وعندما يتحد الحيوان المنوي مع البويضة تحدث ما تسمى عملية الإخصاب ومنها ينشأ الجنين ويولد إنسان جديد وكيف يحدث الإخصاب؟ انتقل حوالي 300 مليون حيوان منوي من الذكر إلى المهبل في الأنثى لكن لا يصل إلى البويضة الموجودة في قناة البيض أو قناة فالوب إلا بضع آلاف فقط من الحيوانات المنوية وعندما يصل حيوان منوي إلى البويضة وعندما يدخل حيوان منوي تحدث تغييرات في البويضة فلا تسمح لحيوانات منوية أخرى بالدخول وعند دخول الحيوان المنوي إلى البويضة تتكون البويضة المخصبة أو الزايقوت وبعد التخصيب تبدأ هذه البويضة سلسلة من الإنقسامات فتنتقل من خلية واحدة إلى أربع خلايا ثم تتضاعف وهكذا وكيف يحصل الحمل بالتوائم؟ التوائم نوعين توائم غير متماثلة أي أن أشكال التوائم تكون مختلفة وتوائم متماثلة في التوائم غير المتماثلة يحدث الإخصاب لبويضتين مختلفتين قد يكون من مبيض واحد أو من المبيضين أما التوائم المتماثلة فيكون التوائم من بويضة واحدة من بويضة واحدة مخصبة ولذلك يكونان متماثلان في الصفات النمو الجنيني بعد مرحلة الإخصاب تنقسم البويضة المخصبة وتكون كرة من الخلايا تنتقل هذه الكرة من الخلايا من قناة البيض إلى أن تلتسق بجدار الرحم والذي يكون قد ازداد سمكه وتهيأ لاستقبال الجنين المراحل الجنينية الأولى في هذه المراحل يحصل الجنين على الغذاء من سوائل الرحم وذلك حتى تتكون المشيمة ومن ثم يحصل على غذائه من جسم الأم عن طريق المشيمة والتي تتصل بالحبل السري ويتخلص الجنين أيضا من الفضلات عن طريق المشيمة وخلال الأسبوع الثالث يتكون حول الجنين غشاء رقيق يسمى الكيس الرهلي الأمنيوني الكيس الرهلي يتكون حول الجنين غشاء رقيق يسمى الكيس الرهلي أو الأمنيوني ويعمل هذا الكيس على حماية الجنين وخلال أول شهرين من الحمل تتشكل الأعضاء الرئيسية ويكون للجنين قلب ينبط المرحلة التي تليها هي المراحل الجنينية المتأخرة وهذه تكون بعد مرور الشهرين على الحمل وفي هذه المرحلة تكون أعضاء الجسم قد تكونت وفي الشهر الرابع يمكن تحديد جنس الجنين عن طريق الأشعة فوق الصوتية وبحلول الشهر التاسع يكون الجنين مستعدا للولادة ويصل طوله تقريبا إلى 50 سنتيمتر ووزنه من 2.5 إلى 3.5 كيلوغرام تقريبا وبعد هذا تحدث عملية الولادة وتبدأ الولادة بالطلق أو المخاط وهو انقباض في أعضلات الرحم ومع زيادة قوة الانقباض وتكرار حدوثه يتمزق الكيس الرهلي ويخرج السائل منه وبعد عدد من الساعات تسبب هذه الانقباضات اتساع عنق الرحم ومع زيادة قوة الانقباضات وتكرارها يندفع الجنين عبر المهبل إلى الدنيا العملية القيصرية يجب أن تجري عملية الولادة في بعض الأحيان قبل حدوث الطلق وذلك بسبب صعوبة خروج الجنين وذلك بسبب صغر حوض الأم أو عدم دوران رأس الطفل مراحل الحياة بعد الولادة تنقسم مراحل الحياة بعد الولادة إلى عدة أقسام أول مرحلة الطفول المبكر عند الولادة يمر الطفل بمراحل تسمى الإجهاد الجنيني حيث تتغير بيئة الطفل من بيئة مظلمة مائية داخل الرحم إلى بيئة جديدة بالإضافة إلى ما يتعرض له أثناء سحبه خلال قناة الولادة وفي خلال الثمانة عشر أشهر الأولى يظهر الطفل نموا ملحوظا في التنسيق الطبيعي والتطور العقلي حتى أن وزنه يتضاعف ثلاثة مرات خلال السنة الأولى من عمره بعد ذلك تبدأ مرحلة الطفولة وتستمر مرحلة الطفولة من بعد ثمانية عشر شهرا حتى إثمى عشر عاما تقريبا ويكون النمو هنا سريعا ولكن أقل من سرعة النمو في الطفول المبكر في سن الرابعة مثلا يستطيع الطفل ارتداء ملابسه مع قليل من المساعدة وفي سن الخامسة يستطيع الطفل قراءة بعض الكلمات البسيطة وطبعا تخترف القدرات من كل طفل إلى آخر وبعد الطفولة تبدأ فترة المراهقة وتبدأ من عمر اثني عشر إلى ثلاثة عشر عاما وأهم أحداث هذه المرحلة البلوغ الجنسي حيث تبدأ مظاهر الذكورة والأنوثة في الظهور على المراهقين والمراهقات وبعد المراهقة تبدأ مرحلة الرشد وهنا يتوقف نمو العضلات والهيكل العظمي وحيانا تسمى الفترة من خمسين واربعين إلى ستين فترة منتصف العمر وبعدها تبدأ فترة الشيخوخة وتبدأ من بعد الستين ويصاحبها هبوط عام في أجهزة الجسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر